صباح النور صباح النور رولا اليوم أطباق لمدة أسبوع أو أطباق كاملة لمدة يوم بطريقة نربح فيها برشا وقت مئة بالمئة اليوم اللي حنكون عم نحضر أطباق لنهار كاملة اللي حنكون عم نحضر الفتور الغداء والعشاء نقيت أعمل هيدا الشي كما يلفرج العالم أنه عن جد نحنا إذا من خطة مزبوط فينا نكون عم ناكل اللي عم نحضر أكل صحي بشكل سريع وبشكل سهل كمان إذا أنت توابش تعاوننا تعطينا مخطط صحيح ويساعدنا برشا أن نحافظوا على وقتنا ونربحوا وقتنا مئة بالمئة أهم النصائح والحاجات اللي عنا اليوم أكيدا بش نستعملوهم بش نجرب ونعملو بيهم حاجة للمشاهدين أكيد هلأ نحنا نكون عم نطبخ صحي نكون عم نطبخ قبل بوقت كثير مهم التخطيط دايما منقول أنه ساعة بالتخطيط تخلينا محافظة على عشر ساعات بعدنا فلازم دايما نكون عم نخطط قبل بأسبوع شو هن الواجبات اللي نحنا بدنا نكون عم ناكلها عا هذا الأسبوع ونكون عم ننقع واجبات صحية بس نحنا نعرف شو هن الاشياء اللي بدنا نعملها بصير كثير سهل علينا نحنا يكون عنا نشتري ويكون عنا هيد المكونات لهالواجبات بالبيت طالما هالمكونات عندنا بالبيت صار كثير أسهل علينا نحنا نحضرها يعني نحن إذا موجودين بالبيت ما بدنا نفكر إنه هي بدنا نروح نشتريها للغراض وبدنا نجيبها للغراض كل شي عنا حيكون هيدا الشيء أسهل أسهل وأكيداً ويخالينا نوفر الوقت وهو هذا الحاجة المبنية عليها فقرتنا اليوم أنه نوفر وقتنا بالحاجات اللي عنا اليوم عنا برشة حاجات رولا صح؟ 100% هلا الشي اللي عملناه هو هي تالت خطوة نحنا بنعملها تا نكون عم نحضر الواجبات هي إنه الاشياء اللي فينا نكون عم نحضرها قبل بوقت نحضرها أول أسبوع ونتركها بالبرات لنرجع نستعملها بعدين يوم عطلتنا معنى مثلاً إن كانت جمعة وكانت أحد 100% إنه حد ساعة نحنا لنقول نطبخ الاشياء اللي هي فينا نكون عم نستعملها عكل الأسبوع ونتركها بالبرات بس نعوزها ضغر يعني من جمعهم مع بعض وبتصير عنا الوجب جاهدي فاللي حنعمله هلأ اللي حنبلش بي عنا الترويئة الغداء والعشاء وعنا مكونين أساسيين استعملناهن اللي هو الكنوة والبطاطا الحلوة هنه اتنيناتون من النشويات الصحية كتير يعني الكنوة هو معروف إنه من أكتر النشويات العالية بالبروتينات والبطاطا الحلوة هي فيها نسبة كتير عالية من الفيتامين اي اللي هو كتير منيح للبشرة اللي هو بيعطي مثل الاشراكة كمان للبشرة إن شاء الله دائما مشرقين إذا هاكا ننصحكم البطاطا الحلوة نبدو الترويئة لحنبدأ أول شي بالسرويئة أو الفطور والفطور لحيكون كمان بقلبه كنوة لحتكون كاسة بقلبه كنوة وحليب وتفاح ولحنزيد علي رشة قرفة تعطيها تعمة مثل حلوة مية بالمية ولحنستعمل العسل محل السكر فهيدي الواجبة نحنا فينا نكون عم نحضرها كمان ليومين يعني نحنا هلأ لحننحضر لنهار واحد بس فينا نكون عم نحضر كمية أكبر ونحطها بالبراد على يومين بتكون ترويئة اللي إلنا جاهزة بس من كلها ونضحر رولا هوني سوهيل يمكن معناه يختر على بال المشاهدين والكل هل الأطبيق هذي يقتل ينحضره تقعد معانا في البراد لو فرضنا مدة أربع تيام ساحيا ما تتأثرش ما تصيرش فيها مشكلة؟ لمدة خمس تيام ما بصير فيها شي طالما نحنا حطينا بطابرز مناح وحطينا بحرارة البراد بطابة منيحة فما في مشكلة بهالشي، أكثر من خمس تيام بصير كتير طيب، فإذا أول وجبة هي الكنوة مع التفاح، نحن نكون عم استعمل نصف كوب من الحليب الحليب الخالي الدسام الكمية أكبر أكيد أنه كمية أكبر من الحليب، ليس نصف كوب نعم، الكمية أكبر، هذي عم نعمل لشخص واحد إذا عم نعمل ليومين أو لثلاثيين من زيد الكمية ورح نكون عم نحط تلت كوب من الكنوة بس في الملع هوا رح نحط تلت كوب من الكنوة وطبعا إذا عم نعمل لكمية أكبر من زيد الكمية ورح نزيد التفاح التفاح كمان إذا بدنا نقصه قبل بوقت فينا نكون عم نرش عليه رشة حامض أو رشة ليمون ما بعرف في عالم بتسميه حامض عالم بتسميه ليمون بيدل لونه منيح ما بيصير لونه بني نحن نسميه قارس حاجة أخرى حاجة أخرى كمان فإذا منحط تقريبا تفاحة صغيرة منقطعة بهالشكل وبعدين منزيد العسل أيوة ملعقة صغيرة من العسل ورشة القرفة القرفة المئة بالمئة اللي هي بتاعتها تعمة كثير بتتحسن لطعمتها للوجبة أي هي القرفة أصلا كمكونا حلو كبهار يستعمل في الأكل يعطينا دايما نكهة جديدة ومانو صحيا حاجة بهيها فأكيد أنه ننصح لسكو بالمستعمة كثير كمان بيعسي تعمة وقلو فوائد فاثنين بواحد مثل ما بيقولوا فهي منحطها على النار لتقريبا خمس دقايق وبتصير جاهزة بتصير متل آآ متل هيد الكاس اللي موجودة هون أحيان خدها لقعد ترويئة Oh بتشبع كثير لأنه الكنوة بقلبها كمية عالية من نشوية ومبعض في حال انه تركناها بالبراد نسخنه ها معاني ها وتتاكل بردة حسب كل شخص كيف بحبه تتاكل بردة هي طيبة بردة اي حسلي انه بردة تتاكل احسن يمكن مع التفاه هاكه تكون فرش مية بالمية هلا بالنسبة للغدا كمان لحنكون عم نستعمل كنوة والكنوة مثل ما قلنا نحن فينا نكون عم نطبخها قبل بوقت وهي موجودة بالبراد في عنا الجيش كمان فينا نكون عم نعمل جيش مشوي لثلاث سنين ونكون عم نحطهم بالبراد بس نعوزهم نضغر نحطهم بالوجب اللي نحن بحاجة لقلة وحنكون عم نستعمل كمان الكيل اللي هو من اكتر انواع الخص الصحية يعني بيسموه مثل ملك الخضار لانه بيقلبه اكتر نسبة فيتامينات ومعادن بقال كمية من الكالوري فلحنكون عم نستعمله لحنكون عم نستعمل البطاطا الحلوة وارمبيت والكنوه الكنوه مكون اساسي عنا اليو ايوه هلأ هون هايدي الطريقة اللي انا بيخد فيها اكل على الشغل واحسن طريقة حلوة لهم نحط نخلط المكونات كلهم نحطهم بطب ونضبهم ونخدهم بس نكون بحاجة لقلهم بس نكون بدنا كلهم بكونوا موجودين بالنسبة للكنوه قدش فيها من سعارات حرارية؟ هلأ النسكوب بقلبه تقريبا مية واحدة حرارية ولكن بقلبه بروتينات كثير وبقلبه أليف اللي هي بتخلينا نشبع كثير على فترة أطول وبالنسبة لبقية الأوكليت اللي عنا معي مثلا هيدا اللي حضرناه لفطور الصباح قدش كم وحدة حرارية؟ هيدا 300 وحدة حرارية 300 وحدة حرارية يعني كل الاشياء اللي حطينا اليوم هنه اشياء خفاف بالوحدة الحرارية هيدا 400 وحدة حرارية لحنكون عم نحضرها كمان مع بعض بس يكون عنا الكيل نحنا فينا أول ما نشتريه دغري انه نغسله ونقصه بهالطريقة نقصه لهون اشي عنا السوس حطينا معها كمان الكيل الأوقات بيكون صعب العلاق فدايما اذا منحط له السوس بيصير أسهل السوس فيها الحامض؟ الحامض والزيت بعدين فينا نزيد الجاج خليني اجيب اكملها ايوه هيدا 400 وحدة حرارية اذا فيه اشخاص بدون يخسروا وزن فيهم يكونوا عم ياخدوا تسعين جرام من الجاج المطبوخ فاذا منحط لجاج ومن بعدها منزيد النشويات كمان الشي الحلو بالبطاطا الحلوة انه بتعتي لون حلو للصحن لانه لونه أورانج بيطلع والصحن كثير احلى تقديم الطبق يكون هكا مزيين وفيها ألوان واكيد انه شهينة مية بالمية مية بالمية حلو فاذا هيك منكون لانه نحنا محضرينون قبل بوقات وهذا القرنبيت ايوة لانه محضرينون قبل بوقات هله بدقيقة تجهز الغدل لأله يعني رائع الطبق جدا رولا هاذا طبق قبل الغدل أو بعد الغدل هيدا الغدل هيدا الغدل هيدا الغدل هيدا الغدل ولكن هيدا للاشخاص اللي بده تخسر وزن اذا انت بديك تحافظ على وزنك فيك اكيد تكون عم تاخد كمية اكبر من الجيج ومن الكنوة هيك بيصير وجبة اساسية ممكن يكون مع الغداء طيب تعتبر حياة صحية مع الغداء تعتبر صحية على اخر وقت طوان بس هو ليه شكله شكله حلو سار كشكل حلو لازمنا نذوقكم مش نعرفو مال اخر حاجة لانو بقات معنا دقيقة رولا والوقت اخر شيء هي التوست البطاطا الحلوة في كتير عالم بتكون بدا توقف الخبز او بدا تاخد اشياء خالية من الجلوتين وخاصة بليل نست حبتها بضع الخبز اكيد كمان ففيها تكون عم تعمل البطاطا الحلوة تستعملها كتوست وتحط فوقها حيالها شيء هي بداية يعني مثلا انا هوني حطيت اللبنة فيوني يكونوا عم بحطوا زبدة الفستو حيالها شيء بدون هي بيستعملوها محل الخبز توست محل الخبز حلوة الفكرة لانو حتى نحنا صعب علينا انو نختار الخبز الصحي لانو الخبز الصحي اوقات يعني احنا منفكر انو بس اللونه اسمر بس في كتير عالم بزيدوا بس ملونات علي وبيكون مثله مثل الخبز الابيض نفس الشاي نفس التكوين لازم كتير نكون عم ندقق على المكونات يكون اول مكون من الحبوب الكامل يكون بقلبه الياف مزبوطة نكون نحنا عم ناخد خبز صحي اذا عم ناخد التوست اللي هي معمولة من البطاطا الحلوة خلص مجيح راسنا لانو هيدا الشي طبيعي مية بالمية وعارفين انو بقلبه الياف و بقلبه فيتامينات منيحة لألنا رولا اليوم بصراحة امتعتنا بهالاطبق هذوم انا عطيتني فكرة حلوة بما انو دايما عندي مشكلة الوقت في تحذير الطبق وشنية الاكل اللي يزم ناكلوه تعرفنا على حاجة سهلة في وقت قصير اليوم عملنا ثلاثة وجبات وكانت الفقرة حلوة وممتع معاك واستفدنا برشة معلومات شكرا لك رولا غدار على فقرة اليوم شكرا لك